ملفاً آخر لأمسية اليوم مع بداية العطلة الربيعية وخروج كل التلاميذ والطلبة من المدارس وكذلك الجامعات انتعاش في رياضات ومسابقات الذهنية في الجزائر نحاول معرفة تفاصيل كل ذلك أول شيء نبدأ بالتعريف بضيوفنا خلال هذه الأمسية نصدف مدير برنامج عبقرية ذكاء العقلي سيد زوبير لبهيات وعلى الدين عشر المكلب الإعلام في بطولة الذكرة كما هو معلوم نحن في بداية العطلة الربيعية أبدأ معك سيد زوبير تعرف أنه دائماً في العطل تنتعيش هذه الرياضات هذه المسابقات الذهنية في الجزائر ترى أنه نحن في منحنة صاعدي خلال الأعوام الأخيرة فيما يخص هذه المسابقات الذكاء الذهني فيها التحاق للتلاميذ أم أنه الأمر مازال محتشم في الجزائر بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على شرف المرسلين طبعاً البطولات ربما في هذه العطلة لا توجد فقط بطولة عبقرية الذكاء العقلي هناك عدة بطولات لعدة برامج أخرى خاصة بالحساب الذهني في الجزائر طبعاً البطولات هي بوابة ومفتاح لتعريف الأولياء وكل الجمهور الجزائري بفاعلية هذه البرامج لماذا؟ لأنه تكون هناك فترة تدريب وعمل شاق في المراكز لأنه كما يقول معروفة كثيرة يقول الأبطال يصنعون في قاعات التدريب لذلك نحن نصنع الأبطال بعدها في العطل تكون هناك منافسة حتى الناس تعرف كيف وصل أبنائهم من نقطة ألف إلى نقطة با وكيفاش كانت نتائجهم جداً رائعة إن شاء الله الفئة العمرية مثلاً الفئة العمرية عندنا من أربع سنوات إلى ستة عشر سنة نعم هي فئة الابتدائي وفئة المتوسطهم أكثر رواج وقبول لهذه الأفكار علاء الدين طبعاً الحديث عن العطل وعن نشاطات الثقافية ونشاطات الفكرية انتلاقاً من ما قولت أن العلم روح تنفخ وليست سطور تنسخ يعني هذه الرياضات الذهنية جاءت لإعطاء الزخم جديد للمشهد الفكري الجزائري لأن كل هذه الرياضات تصب أولاً في خدمة العقل البشري لو نتكلم مثلاً عن مجال الذاكرة التذكر نوظفه في جميع مجالات حياتنا انت كإعلامي ذلك كموظف ذلك كطالب يعني نوجد أن العملية التذكر أو عملية تعامل مع المعلومة موجودة في جميع مناحي حياتنا لذا الطلبة والأولياء ومختلف الفئات العمرية تجد في هذه العطلة متنفس للولوج مثل هذه الرياضات الذهنية خصوصاً يعني في الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة بدأت الجزائر فعلاً تقطع أشواط مهمة جداً في هذه الرياضات الذهنية لو نتكلم عن تصنيفات الجزائر الجزائر في 2017 المرتبة الثالثة عالمية في قوة التذكر وهذا شيء يعني مشرف ويعتبر إضافة للساحة الجزائرية الفكرية رغم حدثته ورغم دخوله صحيح يعني في الكثير من العائلات ما زالت ما تعرفش الشيء الكثير نحن المنطقة يعني بزملائنا أو أصدقائنا في الخارج نتكلمون مع الذاكرة أو حتى على مختلف الرياضات الذهنية يسألك يقول لك أول مرة نسمع بها يعني ما زال هناك يعني ضبابية في التعرف على هذه الرياضات الذهنية ونتمنى طبعا من الإعلام الجزائري إعطاء يعني الحصة اللازمة لهذه الفرصة يعني لتعريف بهذه الرياضات وهذا ما نصب إليه أن العائلات الجزائرية تكون عندها على أقل فكرة على أنه فيها بعض من المدارس الأكاديميات لتعليم مثل هكذا أمور لتنمية العقل البشري عقل الطفل الصغير في الجزائر في إطار هذه الجهود تبدلون مجهودات للتعريف بأعمالكم من دون شك من خلال تتصالكم بالمدارس أو أساتذة؟ طبعا هناك يعني وصول إلى المدارس منها الخاصة والمدارس حتى العمومية هناك يعني حتى تواصل بالقنوات التلفزيونية بالراديو يعني كل المجالات خاصة الحيز الأكبر هو لوسائل التواصل الاجتماعي لأنه الآن الناس كلها أصبحت يعني تبحث عن المعلومة هناك لذلك الوجود الأكبر هناك لكن احنا نبحث دائما حتى أمام يعني المؤسسات العمومية ناس أنا دائما نقول لهم أنه مش أنا فقط ندير الإعلام أو نعرف الناس بهذه لكن الأولياء المتوجدين عندنا في الأكاديمية هم بذاتهم يعني يعملون إشهار لماذا؟ لأنه هو يشوف ابنه تحسن يعني في فترة وجيزة ممكن شهر يبدأ أنه ابنه تغيرت سلوكه تغير حسن في الرياضية أم في الحفظ أم في ليس في الرياضية في شخصية الطفل بحد ذاته نعم هي مواد رياضية وكذا لكن تغير شخصية الطفل تغير في حركاتي في البيت في قضية معالجة المعلومات فهذا التغير مثلا اليوم الناس راح تجيب لبولتا أول كلام راح يكون بين الأولياء كيفاش تحسن ابنك؟ ونحن اليوم في الأكاديمية هناك عديد من التسجيلات لماذا؟ لأنه الولي يشهد أنه ابني للي دخلته لهذه الأكاديمية ولا ليه الحساب الذهني وكذا راهوا تحسنوا ما شاء الله فهذا هو الجانب يقولهم أهم إعلان لماذا؟ لأنه اللي يدير لك إعلان هو شخص تجرب الشيء صحيح وحس بهذاك تحسن لكن من جانب آخر سي علاء الدين البعض يقول أنا لدي بعض من الأصدقاء يقولوا أنه هذا مضي على الوقت فقط هذا الحساب الذهني وما إلى ذلك واش تقدر أدخلهم؟ هي فقط لأستاذ المشاهدين من أي شخص حقه يتكلم بهذا الكلام لأنه لم يجرب أو لم يلتقي بمثل هذه البرامج التكوينية الأساس في هذه البرامج نقول أنه دائما الجانب النفسي أو الجانب النفسي يلعب دور كبير في عملية إيصالة المعلومة لماذا؟ لأنه كثير من الأولياء أو حتى الناس ما تعرفش عند هذه ما يعني هاجس نفسي في التعامل مع المعلومة الطالب اليوم يقول لك أنه عندي كثرة في المقارات الدراسية الطفل اليوم يعني الضغوطات المدرسية الضغوطات الشارع الضغوطات العائلة ما يقدرش يتعامل مع المعلومة لذا نقولوا أنه هذه الرياضات لي حبي تعرف على هذه الرياضات أنا كشخص يعني قبل سنوات كنت نقول هذا الكلام لكن لما دخلت البرامج كنت في صدفة يعني تجربة خاصة هذه لي صدفة لقيت أنه كان يعني تكوين في مجال تذكر قلت أنا رح نجرب عندي فضول جربت هذا الشيء كان يعني عن طريق مرحلة الجامعية فلما جربت شيء قلت أنه تغيرت المعطيات تعاوني مع المعلومة تعاوني مع المقارات الدراسية تغير يعني أصبحت أتمتع بالمعلومة وهذا الشيء الذي دائما أقوله لمختلف أستيذتنا في الجامعات ولا حتى مدرسينا المعلم والمتعلم الأساس أننا نجعل المعلومة في متناول الجميع يعني بأمر سلس ومتعة متوظف هلوش يعني متكونش بشكل جامد وبشكل يعني خالي من التفاعلية خالي من التواصل الفعال الذي سيخدم في نهاية المطاف الطرفين أصل الآن الحديث عن هذه البطولات التي ستنظم خلال هذا الأقل عطلة سيفي أعلم أنه فيه الكثير من المسابقات والبطولات نحن على الأقل اخترنا يعني بطولتين لتعرف بهم البطولة الوطنية لحساب الذهني ابتداء من يوم السبت يوم السبت إن شاء الله نعم ستكون في ولاية حين الدفلة إن شاء الله هي بطولة خاصة بالبرنامج العالمي عبقري الذكاء العقلي وهو برنامج موليزي خاص بالحساب الذهني دخل الجزائر منذ ثلاث سنوات حاليا يعني بعد كانت بطولة الأولى في ولاية سعيدة يعني كانت بطولة محتشمة وكانت في إحنا دايما البطولات نديرون خارج العاصمة لماذا؟ لأنه الناس في الولايات الأخرى يقول لك عليش كل شيء في العاصمة لكن إحنا دايما نمدوا فرصة ناس أخرى وولاية أخرى حتى في العاصمة قالك إحنا ناس يجي للعاصمة فسأحنا ما كيش وين نروحوا إذلك فرصة أنهم يتعرفوا إلى ولايات أخرى ويروحوا لها يوم السبت وعند دفلة نعم يوم السبت إن شاء الله ستكون في عند دفلة بطولة ستكون بحضور 550 شاب أو طفل سيتنافسون حول الحساب الذهني حيث أنهم في المستوى الأول سيقومون بحساب 120 عملية خلال 10 دقائق طبعا الأولياء سيقول لك 120 في 10 دقائق نعم رح تكون 120 وهذه لما علمناهم الطريقة كيفية الحساب وهي طريقة السوروبان أو الحساب الذهني هي طريقة يابانية يعني منذ 5 ألف سنة موجودة في الصين واليابان لأن الحمد لله الآن في الجزائر رأي جديدة ورأي تغرس ثمارها طيب من خلال المسابقة في عدد من المستويات؟ أكيد لدينا 6 مستويات إن شاء الله ستكون فيها المسابقة بمشاركات قرابة 550 550 طالب طالب إن شاء الله تمنى لكم التوفيق كذلك على الدين عندكم مسابقة خلال هذه الـ 15 يوم هذه الأيام المقبلة اليوم إن شاء الله سينطرق بحول إلى الفريق الجزائري في حدود ساعتين من الآن سيذهبون إلى تونس بإذن الله لتمثيل الجزائر في بطولة الذاكرة للمحترفين شوفوا بعض تفاصيل عليها؟ أكيد طبعا الأولى كانت في الجزائر العاصمة بحضور بطل العالم ثماني مرات دومينيك أوبراين في قوة تذكر من بريطانيا وحضور أيضا كبير حكام كبير حكام بطولة العالم فليب تشامبز وكان هناك زخم جديد في النتائج في تحسن مستوى الطلبة وتحسن مستوى المشاركين للإشارة فقط أن بطولات الذاكرة لكي نوضح الصورة لأستاذ المشاهدين بطولات الذاكرة منذ من العهد اليوناني أو يعني فكرة الذاكرة نظريا كانت في اليونان ثم توجهت إلى الرومان والألمان وعبد بالتطور أكيد يعني انطلقت في بريطانيا سنة 1991 ثم الجزائر كانت هي التي فتحت المجال على إفريقيا والعالم العربي لأن الجزائر هي من جاءت بهذه الفكرة أو فكرة تنظيم بطولات الذاكرة للجزائر بدأت بتكونات يعني في مجال تذكر ونشر الفكرة ثم من أجل يعني إعطاء فاعلية أكثر وتحقيق لأنه هذه التذكر وقوة الذاكرة هم أمور تطبيقية ليست أمور نفسية بدرجة أولى أكيد قل لي في تونس من سيشارك؟ أكيد البطولة الذاكرة المحترفية رح يشارك على العديد من الدول يشارك معنا عمان المغرب تونس الهند ونتم مشاركون عم طرف مغظم الهند من أسيا التنظيمة سيكون من مركز الذكاء الجزائري بالتنسيق مع أكاديمية أطلنطس في تونس والمشاركة نحن دائما نشرف على التنظيم والمشاركة تكون طبعا بالجزائرين الذين تحصلوا في كل المحطات على المراتب الأولى عربيا في قوة تذكر وهذا الشيء يعني يحسب للمدرسة الجزائرية ويحسب للكفاءات الجزائرية التي تمثلون في كل المحطات بالتوفيق لكم كذلك شكرا جزيلا ليك في الأخير خليوا لكم يعني حرية الكلمة بما أنه تخلنا هذه العطلة ورح يتنظمون مسابقات من أركم كامل التوفيق إن شاء الله أمين إن شاء الله ستكون الحمد لله يعني نشكر السلطات المحلية في عند دفلة اللي يسرت لنا نعم يسرت لنا الأمور خاصة يعني مدرية شباب الرياضة وأغلب المدريات يعني الحمد لله كانت هناك وقفة كبيرة لإنجاح هذا العرس إن شاء الله اللي رح يكون للأطفال أكثر من أنه يكون لنا هناك مؤطرين نعم الشي اللي حبيتنا نقوله أنه يجب أن نستثمر في العقل البشري على الكفاءات الجزائرية على مختلف يعني أحيانا نستقل شخصيات يكون يعني لا يؤمن كما قلت سابقا بهذه الأفكار لكن لما يدخل تتغير المعطيات تتغير النتائج وندعو أيضا السلطات المحلية رجال الأعمال للاهتمام بهذا المجال ودعمه لماذا لأن الجزائر مدام أنها فرضت نفسها في الساحة العربية والساحة العالمية لماذا لا ندعم الكفاءات الجزائرية ولماذا لا نجسد هذا المجال بأريحية وبأمور يعني إن شاء الله تخدم مختلف الفئات العمرية لأنه كما قلت في نهاية المطاف هو استثمار في العقل البشري شكرا لك على دين عشور شكرا لك لزوبير البهيات وبالتوفيق لكم إن شاء الله